بمشاركة كوكبة من الإعلاميين العرب انطلقت اليوم فعاليات دورة الخامسة عشرة للملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية سمو شيخ جابر المبارك الحمر الصباح رئيسي مجلس الوزراء الملتقى الذي تستمر أعماله على مدار يومين سيسعى لتسليط الضوء على واقع الحراك الإعلامي العربي ومناقشة العديد من القضايا الإعلامية الهامة على الساحة ها هي دولة الكويت تفتح ذراعيها اليوم للإعلاميين العرب على أراضيها ليطلاقوا ويتناقشوا على طاولة الحوار في الملتقى الإعلامي العربي بنسخته الخامس عشر والذي انطلقت أعماله بجلسات حوارية ثرية وغنية في الشكل والمضمون سعيد بهذا التواجد سعيد أننا وصلنا اليوم 15 سنة لهذا الملتقى سعيد بكل هذا الحضور لا في تنوع إعلامي كبير وغني وثري هذا كله يعني ينعكس إيجابا على كل الجهود اللي كنا نبدلها طوال الفترة الماضية كويت اليوم عملت تظاهرة للعام الخمس عشر على أرضه حتى نقدر نتبيد الخبرات نحكي بصوت عالي عن كل ما يشوب هذا العالم العربي عن كل ما يتخبط في الإعلام العربي حتى نقدر نحن بالكويت مع كل التقاط العربية نوصل إلى بر آمل أن يسمى بر الأمان أصبح الملتقى الإعلامي العربي منصة هامالك للإعلاميين العرب الذين يحرصون على التواجد في هذا الحدث الإعلامي الكبير الذي سيصلط الضوء على مواضيع إعلامية شتى جديدة وملحة في وقتنا الرهن يمثل فرصة أولا لزيارة الكويت التي نحب ولقاء زملاء إعلاميين من مختلف البلدان العربية من قدوات ومنابر إعلامية متعددة ومتنوعة من اتجاهات ومدارس إعلامية أيضا مختلفة ففرصة للاستماع إليهم مع التعرف عن قرب لتجاربهم يضيف الكثير للحقيقة إلى الإعلامة وإلى مسيرته الإعلامية وإلى خبراته وإلى انتشاره هو مؤتمر جدا مهم وملتقى جدا مهم يضيف الكثير الكثير الملتقى الإعلامي العربي اليوم يسعى من خلال فعالياته لتوطيض العلاقات في المجالات الإعلامية وتعزيز الأدوار الثقافية بين الدول العربية ديما تحدى لتلفزيون دولة الكويت هي قمة إعلامية عربية تقام على أرض دولة الكويت هو الملتقى الإعلامي العربي الكويتي للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهواء الزميلة موفدة تلفزيون دولة الكويت إلى هناك فاطمة الكندري مساء الخير فاطمة مساء الخير بيتي حنان ومساء الخير بالا نعم فاطمة طبعا هناك ندوات أقيمت وأعتقد أن هناك الندوة الأخيرة الآن مع صاحبة السعادة الأستاذة إسعاد يونس وفريق العمل هل لك أن تنقل إلىنا وتطلعين على آخر المستجدات عقب حضورك لبعض الندوات بالفعل حنان عقدت اليوم خمس جلسات حوارية في هذا الملتقى الإعلامي العربي بنسخته الخامس عشر وتضمنت هذه المحاور أو تضمنت هذه الجلسات عددا من المحاور الهامة التي يهتم بها الإعلام العربي من بينها موضوع المرأة والإعلام وثورة التطبيقات بالإضافة إلى موضوع الراديو والفن والإعلام وننوه لك ولمشاهدين الكرام بمشاركة قطاع الأخبار والبرامج السياسية في هذا الملتقى وفي المعرض المقام على هامشة فقد خصص قطاع الأخبار استوديو أخباري خاص مصغر عن الاستوديو الفعلي الموجود في تلفزيون الكويت وذلك لمشاركة الطلبة والمهتمين في مجال الإعلام بتجربة التقديم الإخباري ونستضيف هنا في المعرض الأستاذة رانيا باقر الأكاديمية وفي قسم الإعلام بجامعة البحرين أهلا بك أستاذة رانيا أستاذة رانيا نود أن نعرف دور الإعلام في تنمية المجتمع طبعا هو دور كبير ممكن أن تتكلمين على هذا الموضوع طبعا من لما بدأ دور وسائل الاتصال والإعلام وهناك دراسات كثيرة تتناول عن دور وسائل الإعلام في تنمية الفرد وتنمية المجتمع وكثير من النظريات تناولت كيف يسهم الإعلام في تطور المجتمع الإعلام اليوم طبعا امتداد للإعلام السابق وأيضا إضافات كثيرة أضيفت لي المجال الإعلامي نتحدث عن تطبيقات الإنترنت نتحدث عن شبكات تواصل اجتماعي بالإضافة إلى الإعلام التقليدي اللي هو الراديو والتلفزيون طبعا الإعلام يساهم في تنمية الأفراد وبالتالي الفرد عندما يتغير الفرد عندما يتطور من ناحية طبعا الابتعاد عن سلوكيات ضارة بالمجتمع أو تبني سلوكيات وتوجهات مفيدة للمجتمع في المجتمع يتطور مثل ما قلت هناك الكثير من الدراسات ونظريات الإعلامية التي تناولت دور وسائل الإعلام في غرس مفاهيم إيجابية تجاه المجتمع دور الفرد في بناء المجتمع دور الفرد في تكوين الرأي العام أيضا الذي يؤثر في تطوير المجتمع من خلال تبني قضايا مهمة جدا لهذا المجتمع نعم أستاذة رانيا في أحد الجلسات الحوارية تناولت موضوع نساء في واجهة الإعلام من وجهة نظرك ما هو دور المرأة العربية في الإعلام أو صورة المرأة العربية فيها؟ للأمانة المرأة ووجودها في الإعلام كان منذ البدايات أعرف تمام المعرفة بأن القطاع الإعلامي في الكويت بني على يد سيدات فاضلات وأيضا في البحرين النساء شاركت في بداية الإذاعة ومنذ بداية التلفزيون المرأة أنا ما أحب التصنيفات المرأة نصف المجتمع ولا ربع المجتمع المرأة مكون أساسي في المجتمع قضايا المرأة هي قضايا المجتمع لذلك فوجود المرأة في الإعلام اليوم وحتى سابقا هو عبارة عن وجود كحق أصيل هي موجودة في إعداد البرامج هي موجودة في تقديم البرامج اليوم في الجلسة كان الحوار خذنا إلى ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة في الإعلام ما هي التحديات والصعوبات تواجه المرأة في المجتمع عندما تعمل في الإعلام ربما في منطقة الخليج عموما كان عمل المرأة في الإعلام واحد من المجالات التي لا يفضلها المجتمع مثل الفن لكن اليوم نجد بأن المرأة الإعلامية هي موجودة في الإعداد في الإخراج في التصوير ووجودها مهم جدا لأنها تعكس أيضا حال المجتمع تعكس المشاكل والقضايا الموجودة في المجتمع المرأة تستخدم العقل والعاطفة في التعامل مع احتياجات المجتمع وتلمس الأشياء الأساسية التي يجب أن يغطيها الإعلام نعم نعم أستاذ رانيا باقر أكاديمية من جامعة البحرين شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام نوه أنه في تمام الساعة الثامنة مساء سيتم حفل الافتتاح لهذا الملتقى الإعلامي العربي في نسخته الخامس عشر شكرا جزيلا لكم وعودة للزمالة في الستوديو شكرا لموفدة تلفزيون دولة الكويت الزميلة فاطمة الكندري ونؤكد أيضا أن ملتقى الإعلام العربي هو ملتقى بين الشباب الجدد وبين الخبرات الإعلامية لأن دائما تعلمنا من الإعلام أن يكون حلقة تواصل بين الكبير ليتعلم منه الصغير وننتقل حضراتكم إلى تفاصيل أنشاء السياسية